كثيرة هي القصص الإنسانية المؤلمة في العراق ولسيما بعد عام 2003 واليوم ها نحن أمام قصة إنسانية أنبارية فقيرة وقعت ضحية لتغول الفساد المالي والإدارية في محافظة الأنبار نحن ساكنين هنا بالتأميم هذه الحي الرياضية وعندنا هذه بنات اثنين عدتهم قصة بالنظر وعندنا هذه ضمور عدها ضمور بالدماغ لا تمشي لا تروح لا تجي والعلاجة سأشوف هذه وصفة مالتها دائما أكثر من مرات ما نقدر نقيم عليها بالعلاج حياة هذه الطفلة تقف على توفر العلاج من عدمه ووالدها يعمل موظفا بسيطا في بلدية المحافظة وما يتقضاهم الراتب لا يكفي لسد احتياجات هذه الأسرة الكفيفة وهذه الطفلة التي تعاني العوق العصبي لا واحد عنده يعني ما عنده إمكانية لا عنده إمكانية مالية أولا مالية ما عنده يشتغل بالبلدية تجيب مصرف ما يكفي مصرف العائلة هم جهالي وأحنا والطبيب كلها تريد فما يعني حال حال يعني الحالة المادية تعبانة حال مش يوم المادية والمكان هالي يشوفون أنتم بعينكم هو حال موجع مؤلم دفع هذه الأسرة كغيرها من المواطنين إلى مقاطعة الانتخابات التي انشغلت بها الحكومة والأحزاب الفاسدة والله قالوا انتخابات بالنسبة لي ما أنا قلت لهم يقولهم والله انتخابات يعني عالي ماذا تنتخب تنتخب شيء تنتخب المكان على الوضع ما أن التعبان هذا عش ما 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 أنتخب خلاص إذن ليس من كلمات تصف مأساة هذه الأسرة الأنبارية الفقيرة وسط تخلي المسؤولين في محافظة الأنبار وانشغالهم بالدعاية الانتخابية في واقع ينكر الانتخابات ويرفض المشاركة فيها بالطريقة اشتركوا في القناة